فدك بلوس بسم الله الرحمن الرحيم لازلنا في الارتباط بالإمام المهدي عليه السلام إمام الكون عليه السلام الواجب على كل شيعته ومحبيه الارتباط معه والتوثيق كعلاقة مع إمام زمانه عليه السلام كيف يحصل ذلك؟ بالجدي والاجتهادي والمثابرة والسهر على ذلك لأنه الذي يصل إلى أن يرى إمام زمانه فهذا ذو حظ عظيم سينال البركات من إمام زمان إن شاء الله تعالى اليوم لدينا واقعة جدا جميلة ومؤثرة منها ما حدث لهذا الأخ الفاضل والمؤمن التقي الذي ذكر له أنه من يقرأ حاميم سورة الدخان هذه إذا قرأها في أول شهر رمضان إلى يوم ثلاثة وعشرين من شهر رمضان أو إلى يوم سبع عشرين من شهر رمضان سيعلم الله يعلمه بليلة القدر هكذا ورد فأنه تقرأ بعد صلاة العشاء الآخرة تقرأ مئة مرة سورة الدخان فهذا المؤمن ذهب إلى الحرم العلوي حرم أمير المؤمن عليه أفضل الصلاة والسلام ذهب إلى ذلك الحرم المطهر فعندما وصل إلى الحرم ضاقت به السبول المكان ممتلئ بالمؤمنين الذين يتشرفون بزيارة علينا عليه السلام فماذا وجد وجد أنه أعطى ظهره وظهره إلى القبلة وجلس أمام شخص لابس لباس الأعراب على هيئة جميلة وذهب وحسن وجمال عجيب فهنا جلس وهو مقابل لذلك الأعرابي فعند جلوسه إلى الأعراب أخذ ينظر في وجهه وهو يقول من أين جاء هذا الأعرابي وكيف جلس هنا وأرى هذا الأعرابي يلتفت بوقار إلى اليمين ويلتفت بوقار إلى الشمال فلابد أنه يراقب الوضع أو أنه يريد يقضي الحوائج أو غير ذلك فيقول دخلت في قلبي أنه هذا رجل شيخ من شيوخ الأشائر أو أنه شيخ من مشايخ هذه الدنيا وهو رجل عظيم وأخيرا وقع في قلبي أنه هو الإمام المهدي عليه السلام فهنا عندما وقع في قلبي أنه هو الإمام المهدي عليه السلام قلت لأسأله لي أحاول أن أتابع معه فعندما أردت أن أسأله أن قبض قلبي انقباضا شديدا حتى ضاق النفس علي فقلت في نفسي يا ربي أزل ذلك الهمل والانقباض عن صدري ولا أعد لسؤاله فهنا يقول انفرج صدري واتسع وأخذت أستنشق الهواء بلطف وغير ذلك ولكنه ما إن فترة يسيرة وإلا عاودت ذلك المسألة في قلبي قلت لأسأله ماذا يكون لأسأله مرة أخرى من الذي يحصل فأردت أن أسأله مرة أخرى فانقبض قلبي مرة أخرى بعد هذا الانقباض قلت يا ربي لا أعد لتلك المسألة ولا أسأله أنفرج قلبي وتوسع النفس لي ولا يضيق صدري بذلك فعملت ذلك ثالثا عملت إلى هذا فهنا ضاق صدري يقول ضاق ضيقا شديدا يعني ضيق شديد جدا فهنا قلت يا ربي لا أسأله إن شاء الله تعالى ولا أعد لتلك المسألة فهنا يقول أنفرج عني ذلك الضيق فأخذت من الوقت فأردت أن أعلم كم الوقت لأن أنا هذه الصورة الدخانة حافظة ظهرا على قلب فأكررها وأنا أنظر إلى وجه ذلك الإعرابي الجميل الذي وقع في قلبي أنه هو إمام الزمان هو الإمام المهدي عليه السلام فيقول عندما أنه صار ذلك في قلبي هنا يقول قلت في نفسي أنه لأسأل الآن مضى كم من الوقت ليس بيده ساعة لينظر كم مضى من الوقت فيقول قلت في قلبي أنه كم الآن الوقت فقلت انفارقت هذا الرجل هنا لعله يكون إمام المهدي عليه السلام وأخسر خسران عظيمة فماذا أفعل هنا يقول قلت سأراقبه وأنتظره حتى يذهب إلى أهله وأتبعه وهناك أستطيع أن أتحدث معه أعلم من هو إذا كان هو صاحب الزمان هو الإمام المهدي عليه السلام فهنا يقول بينما أنا جالس وأنظر إلى وجهه الشريف وهذا النور العظيم وهذه الهيبة فخطر في بالي أن أعلم كم الوقت مضى الوقت مضى الليل كله أم لا فأنا جالس أنظر إلى وجهه يقول بمجرد أن قمت من مكاني وعيني عليه أردت أن أسأل ذلك الشخص الذي هو أمامي أسأله عن الوقت كم هو الوقت فيقول سألت ذلك كم هو الوقت والتفت فإذا لم أجد صاحبي ذلك الذي وكان يعتقده أنه هو الإمام المهدي عليه السلام لوجوده وهيبته وحاله فهنا يقول ضعق صدري و ندمت ندما شديدا كيف قمت من مكاني فهنا نستشف من تلك الواقعة المباركة أنه الإمام المهدي عليه السلام له الولاية التكوينية في قلب هذا الرجل لم يشاء أن يسأله ويتحدث معه الإمام المهدي عليه السلام فكان يجعل انقباض في قلبه لم يجعله يوفق حتى أنه يستطيع أن يتحدث مع إمام الزمان لعله لم يؤذن له الحديث مع إمام الزمان عليه السلام لعله كان المأذول له فقط أنه يرى نور وجهه ويرى أنه في الحرم العلوي حرم علي عليه السلام أنه يراقب بين اليمين والشمال يراقب الناس لقضاء حوائجهم ولأمره أن ينظر لمن يحتاج لمساعدة لإعالة لغير ذلك الإمام يقضيها له فهنا يقول كان يراقب الناس وينتظر وكان مراقبته بهدوء ووقار وهيبة ينظر يمينا وينظر شمالا فهنا لم يكن له التوفيق بأن يستطيع أن يتحدث مع الإمام مهدي عليه السلام أو يتحاور معه أو يسأله كان المأذول له فقط أن يرى إمام الزمان عليه السلام هذا ما هو ظاهر ذلك فهنا علينا أنه إذا رأينا ذلك الإمام ذي الهيبة النورانية علينا أنه نحسن الأدب معه ولا نسيء الظن في قلوبنا أو نتكلم شيء حوله في قلوبنا لأنه يعلم ماذا نقول فلذلك علينا أن نحتاط أن نقف أن نشكر الله عز وجل على هذا المقام العظيم الذي وفقنا لأن نرى إمام الزمان عليه أفضل الصلاة والسلام لم يؤذن بأن نتكلم معه فنحسن الأدب ولا نعاود تكرار ذلك مرارا حتى أنه فقد إمام زمانه لو كان أنه سلم بقلبه لإمام زمانه لو وفق لأكثر من ذلك أو لعاد إليه إمام زمانه عليه السلام في وقت آخر لأنه رأى نوره وهيبته ومعرفته ترجمة نانسي قنقر